شاهدين الكرام تعود مدينة عم يزيد الترفيهية الخاصة بالأطفال للمرة الثانية هذه السنة بحديقة تفاريتي بالقرب من السفرة الألمانية بتليم للجزائر الوسطى طبعة انتظارها الأطفال والأولياء من أجل سمتاعي بصهرة عائلية ترفيهية في أمسيات رمضان المبارك الصهرات تتخلل عديد الألعاب والأغاني الترفيهية والتربوية أيضا التي أرادها عم يزيدا تكون خاصة بالأطفال من أجل قضاء وقت ممتع في ليالي رمضان أيضا مشاهدين الكرام والحديث قليلا حول هذه المدينة الترفيهية الخاصة بالأطفال أسعد باستضافة المعروف عند الجمهور الجزائري بالشاب يزيد وعند الأطفال بعمه يزيد أهلا بك يزيد الله يخليك صبع خير تحيتي لكل المشاهدين تحيتي كذلك التقم تليفزيون النهار وشكنا على الزيارة وشكنا على الاستضافة أهلا بك معنا يزيد كما تابعنا في هذه المشاهد يزيد جو عائلي فريد ومميز لو تقدم ربما للجمهور أكثر تفاصيل حتى يعرف ربما هذه التظاهرة والله أنا من خلال ظهوري كعم ويزيد من خلال الحصام من خلال زيارات مدر الوطن وكامل رحلت باللي الأولياء مع أولادهم حابين فضاء فضاء هذا الفضاء وش يكون فيه يكون فضاء عائلي آمن يكون فضاء يعني ما عندك شفيها ما تخافش يعني على بلك وش فيه يعني أغاني تربوية جو عائلي يعني حتى العائلة تجي مرتاحة حبوا أنه يكون فضاء حقا ولكن في رمضان أنه يكون كل يوم وهذا المرة رمضان يجي فيه شهر جوان بحديقة تفالي تي الألعاب بالمجان كين ممدجه كرماسه كامل كين ديكلون كين ديزاتوريه دو تيسان ورشات رسمه كامل يعني يعني يقدر يجي يقدر يجي يقدر تلساعة تربع ساعة مع ولده ولا بنته بلا ما يحس بالوقت يجوز وفي نفس الوقت يزيد وليده يسمع أغاني جزائرية مستوحات من الواقع الاجتماعي الجزائري لأنه تربية الطفل شائكة برفع تربية الطفل شائكة لماذا؟ لأنه اختيار المواضيع مهم جدا وأنه المواضيع تكون مستوحات من الواقع الاجتماعي الجزائري يكون أصعب يزيد تحدث عن الأغاني التي تخص الأطفال وأيضا اختيار المواضيع ربما نتحدث عن اختيار الكلمات والتلحين كيف يعني تقوم باختيار الكلمات؟ هل أنت من تكتبها؟ هناك من يكتب لك هذه الكلمات؟ والله هذا صلب الموضوع هذا هو كيفاش تختار الكلمات؟ أولا لازمها تكون مستوحات من الواقع الاجتماعي إذن عندي اثنين كتاب كلمات سيد أحمد طهاري ومنور الفاس ليكتبوا الكلمات ولكن نختاروا المواضيع مع بعض يعني نحاول مثلا إذا كان حبينا نحس الأطفال للصدقة نقولهم وكنديروا أغنية على الصدقة ومن بعد نتكرمهم مثلا على الصفات تاع الصديق نقولهم مثلا وكنديروا أغنية لتحمل الصفات الصديق كيفاش يكونوا كامل حتى أنا في الجو يعني يفتع الحفل وكامل مثلا كيفاش نبدأ قوم يا أطفال وشهما الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتعقب ويبدأوا يقولوا لي واحد يقول لي الأمنة واحد يقول لي الإخلاص واحد يقول لي أخلاق الحميدة وكامل ومن بعد ندخلها نقول عمو يزيد جابكم مفاجأة لي صديق صالحون حسن السلوك مؤدبة بالخير لي ناصحون حنين القلب طيبة مثلا ونرحوا لكل مواضيع يعني حب الوليدين المثبرة في الدراسة بذلنا جهدا ودرسنا ولم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة مثلا أغنية عن نجاح مبروك النجاح عليكم إذن هي ليست فقط ربما ليست مدينة ترفيهية فقط بل هي توعوية وتربوية أيضا بالضبط هذا وش حبينا حتى الأولية يعني لما نتكلموا معهم يقولوا نبلي ولدنام يتعلموا بزاف حواج وكان أسئلة كان ألغاز ونعطوهم هدايا كان رعاة تانية يعطونا نمدوا هدايا الأطفال ونديهم تحفيز كذلك منتج حال جبت نتيجها منتج هذا مثلا كما حضرته معنا البارح حضرنا احتفال تكريم اللي تفوقوا في شهدات تعليم ابتدائي طلعناهم انتج حال حتى الطفل اللي كان قاعد مثلا تفوق هم متفوق ولكن ما جابش تسعة فاصل ستين كانت معنا طفل أبراح جابت تسعة فاصل خمسة وسبعين مثلا راح يكون تحفيز ايه يقول انا وكان جبت تسعة فاصل خمسة وسبعين وكان يطلعوني وكلموا معي عمو يازيد وكذا بلك العام الجاي راح تحفيزوا بش يدرس اكتر احنا هذا هو مثلا مرة انا تكلمت جتني واحد السيدة قلت ليني وليدي عمره ما يلبس المئزر ما يحبش يلبس المئزر واحد النهار عمو يازيد دار كليب مدرستي في الكليب هذك لبست مئزر على المعلم من هذك اليوم من حيش المئزر يلبسوا قلها عمو يازيد لانا حتى الطفل يبحث عني يبحث عني البطل لما انت تعطي يعني تقدم له البطل سواء كان فنان أو سواء كان بهلواني حتى على القدوة على رفيرانس يعني على المرجع المرجع لانه انا نقولهم بالطفل الطفل كالعجينة يعني احنا مسؤولين احنا ووالدين يعني الفنانين ووسائل الإعلام وكامل مسؤولين على وش نقدمونه لانه هو كالإسفنج سيكون الإبونج هو يمتص فقط لانك تشوف الطفل قادر توعيه قادر تكلم مع هذوش كلمات قادر توعيه قادر يتحفزه بش يدرس قادر حتى للأولياء كمتلا الولادكم يكونوا يقرأوا كامل ما تقولوش راح تقرأ راح كده تكلم معاه قولوا وش وفحوا هات الدراسة يعني كي ثابر في الدراسة وش راح يدير راح يمكن يتفوق راح يكون إيطار راح يكون كذا مستقبل المستقبل تعيو يكون مضمون يعني لازم تكلم إذن اليوم بما نحن اليوم ما حتمية تضافر جهود سواء كانت طبقة المتقفة من ودباء حتى فنانين وسينمائيين يعني وأساتذة من أجل تنشئة اجتماعية تنشئة نفسية تنشئة فكرية سليمة لأطفال ورعاية كذلك بالفعل من خلال مبادرات من هذا النوع يعني حبدا لو إحنا لما اقتربنا بالأمس من العائلات الكل يعني أجمع ولأنها مبادرة حسنة لكن أريد أن تستمر بالضبط بالضبط صعب صعب جدا لأنه حقيقة كي ينس ساعد وكامل ولكن في الأخير لماذا؟ لأنه مدام قالوا مبادرة حسنة مع أنت ما كانش يعني باش تدير مدينة في الطبعة الثانية لازم لوجستيك لازم تفهمك اللوجستيك وكامل ولكن كنشوف النتيجة كنشوف النتيجة يعني هذا الجهد هذا يصبح يعني جميل جميل تقول الحمد لله أني معلش توفقت مع مع اصدقاء ومع الناس ومع متعاملين اللي عاولونا كذلك وين درنا هذه المدينة هذا الفضاء هذا الجميل هذا لأنه الأولياء محتاجين توجيه بالمرة ولي الأمر يحب مثلا لما تشوف عنده أستاذ عنده بيداغوجية وعنده كذا قريب بالتلميذ شوف هذا الولياء الأمر فرحان يعني لما يشوف فنان يتكلم مع أوليده يقول له مثلا طاعة الولدين بعد يغني له أغنية لا تقول لهم أفن ولا تنهرهما ولا يعني يحسوا يقول لأنه الفنان من بكري يعني حتى طورة التحرير تعناه طورة التحرير تعناه كانوا فيها فنانين اللي كانوا يحسوا الشعب وكانوا يتكلمونه كان فيها شيء طورية ربما يحتى تدب نفس جديدة في الطفل هو دائما يبحث عن الأمور البسيطة والأمور الترفيهية من وجه لي لأنه لازم تجربه عندك ومبعد بيش تعطيه الرسالة لأنه هذه المشكلة لأنه الإنسان لازم يكون عنده تلقائية ويكون عنده إلقاء وكامل بيش تستقطب هذلك الطفل ومبعد تعطيه الرسالة اللي تحب أن تهر أزيد شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليو حتى تمنع لك توفيق والنجاح للمدينة الترفية مدينة متواصلة كل يوم مرحبا بالأولياء ومع أولادهم وكامل الدخول بالمجان ألعاب بالمجان هو فضاء ترفيهي وتربوي إذن حديقة تفاريتي بتلي من قرب سفارة ألمانيا مرحبا بكم